موسيقى 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 فعلاً أتى القرار أميركي بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن يعني كنهية لسلسلة من المواقف لأخذتها الولايات المتحدة ضد الطرف الفلسطيني تعليق المساعدات لمؤسسة الإغاثة الفلسطينية يعني نقل السفارة إلى القدس في نهاية العام الماضي وفعلاً يعني أنا قمت حوار طويل مع السفير حسام زملت اللي هو سفير المنظمة بواشنطن وهو الآن براملة هذا النقاش موجود على البودكاست التابع على الميدليست إنسيتيوت فيكم تتسمعوا لأله بس بيقول فعلاً السفير زملت أنه الموقف في أميركي عم يكون عملياً الموقف في الإسرائيل أو موقف نتنياهو محاولة من إدارة ترامب أنه تزيد الضغط بشكل شديد على الطرف الفلسطيني لكي يقبل الطرف الفلسطيني بالعرض الأميركي الإسرائيلي اللي هو أصلاً غير مقبول ولكن موف الفلسطيني بعتقد سيدال صامد وقوي لن يرضق حسب مواقف السفير زملت ونحن بفراغ مستمر في ما كان يسمى عملية السلام ولكن لا عملية السلام بالوقت الحاضر فعلاً الاتفاق الروسي التركي حول إدلب اتفاق مهم أولاً تفادي ربما معركة ضخمة جداً ويعني نوع من مجزرة يعني إنسانية وكل ذلك على الأقل أجلها ولكن قد يكون لها معنى سياسي الموفد الأميركي الجديد جيم جيفري كان سفير أصلاً سابقاً في تركيا وزار أنقرة الأسبوع الماضي ويبدو أن الولايات المتحدة تشجع تركيا يعني المحافظة على أوراقها في محافظة إدلب شجعت هذا الاتفاق السياسي بين تركيا وروسيا أولاً لتفادي هذه الأزمة وربما يعني وصول لاجئين إضافيين إلى أوروبا وزعزعت الوضع في أوروبا ولكن أيضاً أن يكون هناك أن تصمد نوعاً ما المعارضة السورية المدعومة من تركيا ليكون هناك فرصة للتفاوض السياسي وللحل السياسي ولو يعني بدون اتزان بين النظام والمعارضة ولكن أظن هناك توافق نوعاً ما أمير كيروسي أنه يعني لابد من نوع من مفاوضة السياسية لإنهاء الأزمة لكي يفتح المجال لطرح مواضيع إعادة الأعمار ومساعدات أوروبية وإلا ما هناك وإذا يعني صمد هذا الاتفاق يكون لتركيا ونوعاً ما حليفتها الولايات المتحدة أوراق في بعض مناطق من إدلب الولايات المتحدة موجودة في الشمال الشرقي وموجودة أيضاً في جنوب شرقي سوريا فتستطيع الولايات المتحدة أن تكون موجودة على طاولة المفاوضات وهذا لا يزعج الطرف الروسي بشكل كبير لأن روسيا أيضاً تريد يعني ورقة تين لإنهاء الصراع بشكل سياسي والدخول في مرحلة إعادة الأعمار فعلاً يعني قال الموفد الأميركي للشأن الإيراني براين هوك أن الولايات المتحدة تسعى إلى معاهدة رسمية مع إيران معاهدة حول الموضوع النووي وللا شك يعني يريدون زيادة الشروط التي كانت يعني موجودة في الاتفاق النووي السابق التي لم يقبل بها ترامب إذن شروط إضافية ولكن أيضاً معاهدة يعني تعنى بوجود أو تواجد إيران ونفوذ إيران في المنطقة هذا أمر ملفت هذا كان يعني دائماً يردده الرئيس ترامب أنه يريد اتفاق مع إيران يعني وهنا يشبه الوضع التفاوض مع كوريا الشمالية مرحلة من الضغط الشديد ومن ثم ربما يعني انقلاب سريع بالموقف الأميركي باتجاه اتفاق وفي هذه القضية يعني يقول براين هوك معاهدة الرئيس ترامب أظن مهتم أن ينجح مهتم أن يفشل مشاريع أوباما وأن ينجح بمشاريعه وهنا يعني مواقف دول المنطقة التي نوعاً هي مرتاحة من موقف إدارة ترامب تجاه إيران هذا الموقف يعبر عن احتمال يعني انقلاب ولكن الموقف الإيراني يبقى غير منفتح لأي تفاوض جديد مع إدارة ترامب ولكن إذا كانت فعلاً العقوبات شديدة مع الوقت قد يتغير هذا الأمر وفي كل حال هناك اجتماعات الأمم المتحدة في الأسبوعين القادمين وقد تتأتى هذه الاجتماعات عن بعض النتائج ترجمة نانسي قنقر